ألم بكم إلى بروباقاندا أولى فقرات برنامجنا هنا نفند الأخبار التي نعتقد أن وراءها دوافع سياسية البداية مع الصفحات الوطنية التونسية المؤيدة لرئيس الجمهورية قيس سعيد وإبداعاتها في اختراع القصص خارج الصندوق وآخرها منشور تروج له بكثافة يقول الغنوشي نقطتان تحية إكبار وتقدير للمناظلة عبير موسي لاستماتتها وصمودها في مواجهة الانقلاب الغاشم وأبشرها بأن النصر بات قريبا جدا وبالطبع التصريح زائف وهو يعتمد على حكمة الفيلسوف المنوفي الكبير في بلادي كل شيء عادي وبشكل جدي الخصومة السياسية التي بين عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر وحركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي شديدة جدا وهي رغم رفضها لاستلاء رئيس الجمهورية قيس سعيد على جميع السلطات ووصفها إياه بالحاكم بأمره إلا أنها ما زالت تطالبه بحل حركة النهضة وإحالة قياداتها إلى القضاء من جانبه لم يمدح الغنوشي عبير موسي ولم يثمن أي دور لعبته في معارضة حركة 25 جويليا أو يوليو التي جمد بمجبها سعيد البرلمان ثم قرر حكم البلاد بالمراسيم قبل أن يحل البرلمان تماما ويقر دستورا جديدا للبلاد بعد استفتاء قطعته حركة النهضة والحزب الدستوري الحر رغم توقعات الكثير أن عدو الأمس صديق الغد والله أعلم